الوحدة الحادية عشرة تطوير المنهج نتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية أولا مفهوم تطوير المنهج المدرسي ثانيا مبررات تطوير المنهج المدرسي كما نعارج في هذه الوحدة على أساليب تطوير المنهج المدرسي ونتناول فيها أساليب التطوير الجزئي أساليب التطوير الشامل وأخيرا خطوات تطوير المنهج المدرسي نبدأ أولا في مفهوم تطوير المنهج يقصد بتطوير المنهج العملية التي يتم من خلالها إجراء التعديلات مناسبة على بعض أو كل مكونات المنهج المدرسي وذلك وفق خطة مدروسة بهدف تحسين العملية التربوية ورفع مستواها معنى هذا أن تطوير المنهج قد يشمل كل جوانب المنهج المدرسي وعناصره من أهداف ومحتوى وطرق تدريس وأنشطة والوسائل وأسالب التقيم المختلفة في نفس الوقت نرى أن التطوير يستهدف دائما الوصول بالشيء المراد تطويره إلى أحسن أو أفضل صورة ممكنة حتى يحقق الأهداف المنشودة منه بطريقة اقتصادية في الوقت والجهد والمال ومن هنا يختلف تطوير المنهج عن كل من التحسين والتغيير للمنهج المدرسي أما تحسين المنهج فهو إحداث تغيير في بعض جوانب المنهج المدرسي دون تغيير في أساسياته التي يقوم عليها وكذلك دون تغيير في تنظيمه وتطوير المنهج هو أكثر شمولا من عملية التحسين إذ يتضمن كل عناصر المنهج المدرسي وكذلك العوامل المؤثرة فيه أما تغيير المنهج فيراد به تغيير المنهج كله بما فيه الهيكل التصميمي وعناصره للمنهج المدرسي كما يكون التغيير نحو الأفضل أو الأسوأ في حين لا يكون التطوير إلا إلى الأفضل